ينظم إلينا مباشرة من بغداد الناشط المدني كرام وصفي لتسطيط الضعحة حول هذا الموضوع سيد كرام أهلا بك أولا بحسب وزارة الخارجية العراقية فأنها قدمت طلبا إلى المجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة للمراقبة الدولية وليس الإشراف الأممي ما رأيكم؟ أهلا بك أستاذ العزيز وتحية طيب إلى كادر قناة الحرة والرحمة والخلود لشهداء عبارة نريد وطن والشفاء العاجل لجميع جرحى التظاهرات وجميع جرحى العراق حقيقة من بداية الاحتجاجات الشعبية ابتداء من 25 تشرين وصولا إلى قبل أيام في 25 آيار والحكومة ليكون واضح أحزاب مليشيات وأحزاب السلطة مستمرة في المماطلة وتسويف مطالبنا الحقيقية هي ترفض الإشراف الدولي على هذه الانتخابات الإشراف الدولي هو عامل مهم ممكن أن يصف في مصلحة الشعب العراقي وفي نزاهة هذه الانتخابات خصوصا بعد أن فقد كمية كبيرة من أفراد الشعب العراقي بإيمانهم بهذه الانتخابات ويروا أنها تحصيل حاصل وسيناريو معاد والتسوير هو اليد العليا بها لا يوجد أي سبب منطقي لرفض الإشراف الدولي لكن الإشراف الدولي سيد كرام لكن الإشراف الدولي يوجد في حال لو لم تكن هناك حكومة معترف بها دوليا الحكومة الآن معترف بها دوليا هناك من يتحدث أن طلب الإشراف الدولي هو اعتداء على سيادة العراق ما رأيك؟ أخي العزيز أي سيادة في البلد لا توجد سيادة في البلد أي سيادة والدماء العراقيين لا تزار راحتها موجودة في جميع زقة البلد أي سيادة ويريد جرون الانتخابات فيها سلاح منفلت بمجرد أن أعلن أحد الأشخاص المشاركين في تشرين دخوله لهذه الانتخابات أصبحت الحملات من أجل تحليل قتله ودمه بحملات إعلامية ومنشورات وصولا إلى طبع بوسترات عليه ونشرها في الأزقة وصولا إلى حتى أناشيد وقصائد من قبل بعض الميليشيات هذه السلطة لتحليل قتله عمليات اختيار مستمرة سلسلة اختيارات مستمرة فإذا هل توجد سيادة في البلد؟ لا وجود سيادة في البلد ألا تعتقد أن الحكومة الآن تقوم بواجبها؟ خصوصا بعد اعتقال قاسم مصلحة المتهم باختيال عدد من الناشطين وقمع متظاهرين في محافظة كربلاء ألا تعتقد أن الحكومة تقوم بواجبها؟ تحاسب المقصرين؟ هي لا تقوم بواجبها لأنها تريد القيام بالواجب هي تقوم بواجبها لأنها قد جبرت من قبل المحتجين في البلد لأنها رأت أن لا يوجد طريقة استعملت جميع الطرق القمع ليقاف الاحتجاجات لكنها وجدت أن لا يوجد طريقة ورأت أن الاحتجاج أصبح ثقافة في البلد الاحتجاج الآن في تزايد في ظرف ثلاثة أيام أو يومين من التحجيد استطعنا أن نفتح جبهتين أمام الحكومة من أجل محاسبة القاتل وهي أيضا لم تقوم بواجبها هي حاسبة القاتل من بين مئات القتل في البلد اليوم لو حاسبة القتلة بشكل تدريجي إلى حين إجراء الانتخابات هل ستوعدون الثقة بهذه الحكومة؟ هل سيدفعكم ذلك للمشاركة في الانتخابات المقبلة؟ أخي نحن مؤمنين بالمشاركة بالانتخابات ومؤمنين بالطريقة الديمقراطية في التخيير وهي الانتخابات لكن لا نرى بها آمنة لا نرى رسالة طمأنينة من قبل الجهات المتنفذة في أمن الانتخابات لا نرى وعود للمرشحين أو حتى الناخبين للمشاركة في الانتخابات اليوم بمجرد أن قامت باعتقال قاتل واحد من قتلة أحد المتظاهرين رأينا ما حدث في البلد قبل يومين رأينا انتهاك لسيادة البلد رأينا عدم احترام الجهات الأمنية رأينا ماذا حدث أصبح فوضى في البلد في خلال دقائق فكيف لو حاسبت جميع قتله سيد دكرة قبل أن أختم معك هل سيكون الإشراف الدولي بين مزدوجين هو الشعار الذي سيرفعه المتظاهرون لو كان أو سيحدث حراك جديد ربما لاحد يتوقع ذلك لكن لو حدث حراك جديد وانتفض الشارع هل سيكون موضوع الإشراف الدولي هو ربما شعار المرحلة المقبلة على الانتخابات هو ليس شعارنا هو مطلب شعارنا نريد وطن ونرى أن الإشراف الدولي مطلب من الممكن أن يوصلنا إلى الوطن الذي نطمح به لا يوجد سبب منطقي لرفضه نرى أن الحكومة ترفضه لأنها تريد الاستمرار في عمليات التزوير في استمرار السيطرة البقاء في هذه السلطة خاصة وأن اليوم هناك مناطق ومحافظات في البلد مسيطرة عليها كليا من قبل ميليشيات السلطة وأحزاب السلطة فتستعمل سلاحها من أجل المقاعد والمال السياسي لآخره اليوم الاحتجاج أصبح ثقافة في البلد ليس فقط على عمومنا نحن كمحتجين بل حتى في الجيل القادم الجيل القادم الذي أراد الذي حاول أن يخطف أنظار والديه للوصول دقائق إلى ساحة التحرير هذا الجيل القادم من الممكن في المستقبل أن يستعمل طرق غير الطرق الديمقراطية والسلمية التي نحن نستعملها للتخير وهذا خطر كبير يهدد إذا سمحت لستاذ العزيز يهدد مستقبل البلد ربما الحكومة غير مدركة لهذا الخطر أو هي مدركة ولكن لا تعير همية هميتها الوحيدة هي الاستمرار في سلب وسرقة أرواح وأموال هذا البلد والشعب العراقي شكرا جزيلا ناشط المدني إكرام وصفي كنت معنا وبشرة من بغدر شكرا لك